يتواصل الجسر الجوي المغربي لنقل المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى تونس والتي تشهد تدورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 وذلك بوصول طائرة أخرى بهذا يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات المسلحة الملكية التي حطت بتونس قد بلغ ثماني طائرات على متنها الزياد من 103 أطنان من المساعدات وتتكون المساعدة الطبية من محدثين عاش كاملتين ومستقلتين بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين ويندرج هذا القرار الملكي في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر